تعالنا نروح للأهلي والوداد طمام الأول إيه الفرق بين نهائي السنة دي ونهائي السنة اللي فاتت؟ الفرق إنه ذهب وعودة يعني ذهب وعودة فيه هنا فيه تكافؤ فرص وده اللي ما كانش موجود السنة اللي فاتت كأهلاوي حسيت بالظلم السنة اللي فاتت؟ بالظلم أبين يعني بالظلم أبين لأنه كان مهم جداً تحدد الفاينل لو أنت محدد الفاينل من قبل البطولة أو حتى من أول البطولة كنا نقول ماشي إنه ما فيش مشكلة وده كان حصل على فكرة في النسخة بتاعة النجمة العشر يعني لو تفتكر بطولة الدولي الأبطال اللي الأهلي واجه فيها كايزو تشيفز تلعبنا النهائي فين؟ في لعب شمتزل في الضر البيض عشان كان يتحدد من بداية البطولة أنه النهائي هيتلعب في المغرب وعلى فكرة كايزو تشيفز في قبل النهائي كان بيلعب الوداد طبعا والأهلي ما كانش عنده أي اعتراض ليه؟ وكانت الوداد فرصه أكبر في الوصول المهار لكن عشان كان المهار متحدد من قبله ولكن عشان كان الفاينال متحدد من قبله عشان في ناس فتحى الملف تاني بيقولك الأهلي بيتحجج ومش بيتحجج والأهلي مليكش حجة لا دايما الأهلي ما بيعلقش شمع بيقولك إيه هو أنت لما كنت بتاعب دوري أبطال أفريقيا توصل النهائي مرة واتنية وثنية وثرة واربعة أصحابك الزمال كواية كان بيقولك إيه؟ بنشجع الأهلي ولا نفسي الأهلي يخسر لا هي حالة بتبقى غريبة عليها بصراحة عايزين الأهل يخسر وصد أي فريق فدي حالة غريبة يعني احنا دايما بنتكلم أن نادي الأهل هو خير ومن يمثل مصر في المحافل الدولية وده بالأرقام وده بالتاريخ لكن ده ما يدكش مبرر أن أنت تغل على الأهل أو عايز أي فريق حتى لو باللعب فريق درجة ربعة عايزين أنه يكسب الأهل لا احنا دايما بصين للأهل ينفعش أقولك أن ده شعور طبيعي لأنه أنا مش قادر أعمل حاجة ففوزك ووصولك للنهائي كل سنة بينور وبيبروز حالة العجزة أو حالة الفشل أو حالة عدم النجاح اللي أنا عايش فيها ده ما يديش مبرر فمن المصلحة أنك ما توجعليش دماغي يبقى كل سنة توصل للنهائي توصل أربعة نهائي واربع عرض لا أنا شاف أن الناس مركزة بشكل أكبر أن خلاص بقى زهاب وقياب أو زهاب بس لا النادي الأهل تحت أي ظروف يلعب تحت أي ظروف يلعب وده كان تصريح بشكل كبير جدا من الكابتر محمود الخطيب قبل النهاية السنة اللي فاتت اللي احنا في المغرب هنلعب يعني في أي حتة هنلعب كله كان بيقول لا النادي الأهل لازم يعتذر زي ما فيه رأة تانية بتعتذر لأسباب يعني مفيش مواجهة أصعب من أن أنت بتلعب الودات في الفاينل أن أنت مبرر لك وظل مبين وأن أنت بتحدد المغارقة بتحدد يأثر على مواجهة الأربعة وحداشر يأثر اللي حصل في النهائي السنة اللي فاتت وإحساس اللعيبة والنفس اللعيبة دي هي اللي لعبت هناك وحشت أنها تظلمت وأنها تحرمت من لقب كانت هي حقه أجدر به وأنه لو كان فيها عدالة أو مساواة في التكافئ فرص كان ممكن جدا تبقى البطولة الثالثة ليهم على التوالي بيكسبوها يأثر ده على دوافعهم وتفكيرهم في مطشين الوداد اللي جايين هيأثر بالإيجابية 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 هو ده النادي الأهلي طول ما أنت عندك حوافز ودوافع بتقلب الإيجابية تحت أي ظروف وميستر كولر ما كانتش حاضر ده هل لعيبة أنا فاهم طبعا لعيبة كانت حاضرة ده طبعا لكن هل أعصد أقول ممكن تفكير ميستر كولر أنه لا أنا ما ليش علاقة بالقصة دي أنا انسى اللي فات ده مش بتاعي أنا لياف اللي جاي ده ويفكر بشكل مختلف ولا يحاول يشتغل على ده أكتر كمان ويعني يخلق دوافع عن اللعيب هو هيشتغل على أنه لما هيلاقي حماسة اللعيبة حماسة الجهاز الفني المعاون اللي معاه أنهما لمسوا ده السنة اللي فاتت كابتن سيد عبدالحفيز كل اللي شاف المشهد السنة اللي فاتت هيبقى دور الرجل الأكبر أنه هو يخرج أي طاقة سلبية أي دوافع حماسية بشكل كبير من اللعيبة وأنه يقلل الضغط عليهم بشكل كبير جدا لأن بلغة الكرة كده في طار قدين اللعيبة هتبقى نازلة قد المسؤولية عندها دوافع وحافز وحافز كبير جدا أنه هو ياخد البطولة اللي ما قدرش ياخدها منه السنة اللي فاتت صحيح فالدوافع اللي عند اللعيبة دي أقول عند اللعيبة في المقام الأول عند اللعيبة الكبيرة عند قوضة لبس النادي الأهلي لا في دوافع لازم تحقق المكسب لازم تسعد جماهيرك عشان الصورة اللي حصلت السنة اللي فاتت ما تتكررش تاني وده هيبان وده سقطنا في اللعيبة الموجودة مع الجهاز الفني لكن الدول الأكبر على مستر كولر لأنه هو هيحاول يقلل اتقل الزيادة اللي عند اللعيبة أعتقد أن اللعيبة كلها تبقى على قد المسؤولية وحاسين بالمسؤولية لو عيشت الحالة حالة أنك أنت شخصين هتلعب المطش اللي جاي ده مطشة أربعة إيه اللي مستنين من الجمهور اللي هيبقى موجود في الأستاذ وإيه اللي مستنين من الجمهور في فترة ما قبل المباراة اللعيبة ببقى مستنين من الجمهور الدعم الدعم الكامل وده اللي مريحنا ومطمننا كلنا كمحبي النادي الأهلي من أول التسخين أو من قبل التسخين أو على سوشال ميديا الدعم الكامل للعيبة الدعم الكامل للجهاز الفني أن اللعيبة لازم جماهير النادي الأهلي تبقى واسقة مليار في المية نلعيب على قد المسؤولية ان هم عايزين يسعدوكم انتو كجماهير لكن الدعم الكامل الموجود من جماهير النادي الاهلي ده مهم يحصل من اول دقيقة وارد جدا ان انت في المباراة يحصل اخفاق معين او ممكن يحرق يجي فيك هدف لكن مهم جدا تفضل تبقى داعم لان هنا زي ما قلت دايما وبقول دايما ان لعيبة النادي الاهلي رفعت سقف في طموح جماهير النادي الاهلي صحيح